موسيقى يروي فؤاد بطرس أحد وزراء خارجية لبنان السابقين في مذكراته أن نظيره السوفيتي عام 1968 أندري جروميكو قال له حين كان يجول على عواصم القرار لتفادي التهديدات الإسرائيلية قال ليس أمرا مألوفا أن نحظى بفرصة رؤية وزراء لبنانيين في موسكو مر على هذا التصريح خمسون عاما ليعود خط التواصل بين بيروت وموسكو إلى أعلى مستوياته زيارة على قدر عال من الأهمية في الشكل والمضامين وفي الأبعاد وتداعيات أيضا هكذا وصفت أوصات لبنانية وغير لبنانية زيارة رئيس لبناني ميشيل عون إلى روسيا تنظر هذه الأوساط إلى الاهتمام الذي أولته موسكو للزيارة لتستنتج من خلاله الأهمية التي تمنحها أيضا موسكو لتوسيع العلاقات مع بيروت وتمتينها فماذا بعد هذه الزيارة؟ وهل ستحدث تبعاتها خرقا في حبل التوازنات في المنطقة؟ ما هي تداعياتها داخليا؟ وهل ستؤثر في العلاقة مع دمشق ومن أي الأبواب؟ والأهم إلى أي مستويات يمكن أن تصل؟ وهل ستبني عليها بعض الدول لتحديد الموقف من لبنان وشكل العلاقة معه؟ كل هذا سنترحه على ضيفنا نائب السابق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية وأعضل وفد المرافق له أيضا إلى موسكو السيد أمل أبو زيد فأهلا بكم إلى حوار الساعة أمل أبو زيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية وأعضل وفد المرافق له أيضا إلى زيارة نوسكو النائب السابق أهلا بك في استوديو الميادي أهلا بك وشكرا على استضافتك أهلا بك تتحدث حذرتك تقول هذه الزيارة هي بقورة خير وفاتحة للعلاقات بين لبنان وروسيا بعد كما تحدثنا في المقدمة نوع من الخموض في العلاقات ما بين روسيا وبيروت هل هذه الزيارة هي فاتحة لمستويات عالية من العلاقات على ماذا تؤسس هذه الزيارة أيضا بالنسبة للبنان أيضا بالنسبة لعلاقة لبنان مع روسيا ومع المحيط مدون شك يلي حضرتك قلتي قبل شوي بالمقدمة هو بيعكس إلى حد ما حقيقة الوضع اليوم نحنا ما رأنا بخموض لأسباب تتعلق بروسيا بحد ذاتها لأن روسيا بعدما الاتحاد السوفيتي انحل ما رأيت روسيا بفترة زمنية صعبة إن كان صار فيه أفور لدوره السياسي إن كان بالدول المحيطة فيها اللي كانت بتشكل منظومة المنظومة الاشتراكية أو حتى على الصعيد للعالم العربي تحديدا لأنه كان فيه انسحاب من أي نشاط بالعالم العربي السياسي واقتصادي بقت هذه الفترة حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات إلى أن رجع الرئيس بوتن استلم السلطة بروسيا وأعاد إلى حد ما رسم السياسي الجديد اللي روسيا عم تتبعها بالمحيط لحماية الأمن الروسي والاقتصاد الروسي طبعا بالفترة الأخيرة اللي احنا شهدناها بسنة 2015 لما فجأة أخذت تخذ القرار الروسي بالدخول إلى التواجد في سوريا تنفيذا الاتفاقية الموجودة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد السوفيتي اللي أخذت مفعولة روسيا مجرد وصول روسية إلى المنطقة والقيام بأعمال عسكرية وضعت حد إلى حد كبير للمنظمات الإرهابية اللي كانت مسلحة عم تقاتل النظام السوري وحتى عم المنظومة الإرهابية الكبيرة اللي كانت موجودة ليس بس حتى بسوريا بالمنطقة كلها روسيا مع حلفاء وصلوا إلى مرحلة معينة قدروا يستقصوا هذه الظاهرة من هون بدأ الدور الروسي يتبلور أكتر وزهوره أكتر على الساحة السياسية والساحة الاقتصادية لبنان جغرافيا مرتبط بسوريا جزء من هذه المنطقة وبشكل حالي سياسي كتير مهمي بسبب تكوينه الديموغرافي حتى بسبب وجود حزب الله موجود هون عن بيقاتل بسوريا بسبب وجود حتى الأخصام اللي كانوا موجودين كمان في عندهم دور مباشر أو غير مباشر بالأزمة بسوريا كل هذا جعل من الدور اللبناني أنه يكون على التماس وقرب من روسيا عن جديد لأنه معني مباشرة بما سيحصل في المنطقة صلبا أم إيجابا طيب اللبنان معني بشكل مباشر ما سيحصل بالمنطقة لكن هل نستطيع أن نقول تبعا انطلاقا من حديثك سيد أمل أن هناك أيضا حاجة روسيا لانفتاح على العلاقات مع لبنان بدون شك رح أقول لك ليه لأنه روسيا تعتبر أنه لبنان كدولة وهذا التنوع والتعدد الموجود في لبنان هو ممكن يكون يؤسس لمرحلة ما بعد الأزمات في سوريا حتى بالداخل العربي ليس بس بسوريا عندك العراق عندك ليبيا على رغم ليبيا أنه المشاكل الموجودة فيها هي مشاكل تعتبر من معظم الناس أو 90% أو 95% من طائف الطائف السنية ولكن التنوع حتى ممكن يكون في المجالات السياسية هذا اللبنان اللي بتعتبر فيه أنه جميع الطواعف عايش فيه بنظام سياسي ممكن ليس الأمثل للبعض ولكن نحن عايشين المساكني والعيش المشترك نحن عايشينه قد يكون هو مدخل إلى ما يمكن أن يكون فيه بالمستقبل الأريب حل للموضوع السوري بحد ذاته وسنتحدث عن دورة لبنان في هذا الحل إذا كان إمكانية طبيعي لكن بشكل مارك لو سمعت كان هناك بعض الملاحظات على شكل هذه الزيارة اعتبرت هذه الزيارة زيارة الدولة وليست زيارة مناسبة معينة على شكل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية كان هناك بعض الملاحظات من أوساط لبنانية قيل بأنه يجب أن يكون هناك وزراء مختصين أو وزراء على رأس حقائب تم التطرق لمواضيعها وملفاتها خلال هذه الزيارة كيف تردون على هذه الملاحظات؟ يعني من هذا الاختصر أو اختصر الوفد المرافق بوزير خارجية ومستشارة رئيس الجمهورية وابنته أيضا وبحضرتك إضافة بسبب بسيط جدا الزيارة هي زيارة رسمية من قبل دعوة من قبل رئيس الجمهورية الروسية إلى رئيس الجمهورية اللبنانية المتعارف عليه أن وزير الخارجية حتماً بده يكون كأنا لمن يكون وزير الخارجية هذا موضوع جوهري وأساسي للأسف بالفترات الماضية ما كان هناك تحضير لأي ملفات هنا للبحث أو حتى لتوقيع بعض الاتفاءات خلال زيارات الرؤساء الدول عملياً بكون أو رؤساء الحكومة بكون في توقيع الاتفاءات تم البحث فيها من فترات سابقة للأسف بين لبنان وبين روسيا ما توصلنا إلى هذه المرحلة من توقيع أو من تحضير بعض الاتفاقات الثنائية حتى ممكن يكون فيه رافق بخامة رئيس الجمهورية الوزراء المختصين حتى يقوموا بطوقيع أو يعملوا اجتماعات مشتركة بين المسؤولين الروس بخلال الزيارة الوفد اللبناني حقيقة أن يفجئ بالحفاة والبالغة التي كانت روسيا قامت فيها للرئيس أنه كان زيارة رسمية وليك أن التعامل كان كزيارة دولي زيارة دولي بتلبسهمها لأنه بالزيارات في ثلاث أنواع زيارة دولي وزيارة رسمية وزيارة خاصة يعني من طريقة الاستقبار والشخص الذي كان يستقبل للرئيس وهو نائب وزير الخارجي ميخايل بوكدنوف بنفس الوقت هو الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط بشمال أفريقا ورافق الرئيس بكل معظم المحطات الأساسية اللي بيخلال الزيارة باجتماع بالدومة لما رحنا لأبرجين المجهول والرئيس وضع أكله للزهر لهنيك هذا مؤشر أولي وأساسي الجواب ليش ما صار في مرافقة لوزراء مختصين هذا هو الجواب عليه الموضوع الثاني أنا برأيي هذه الزيارة على رغم كان هي بس محصورة بوزير الخارجية مستشارة الرئيس الأولى مدام ميرايا الهاشم ولكن هي أسست فيني إليك أنه بخلال الاجتماع كان هناك وزير خارجية كان وزير الاقتصاد كان وزير النفط كان مسؤول لجنة العلاقات الاقتصادية اللبنانية الروسية هذا يمثل الحكومة الروسية وإن شاء الله قريبا لبنان ينتدى بأحد الأشخاص حتى يكون موجود وكمان كان موجود رئيس أليكزندر لابرانتياف وهو ممثل الرئيس الروسي لأزمة سوريا للوضع السوري تحديدا لأنه كان موجود معنا على الطاولة وإنهال الطاولة هذه السورية اللي ما حدا شافها هذا الموضوع إذا بدك بين أبواب مغلقة لأنه التصوير ما بجوز كان فيه دعوة إلى الغداء وخلال دعوة الغداء تم التباحث بجميع الأمور طيب وطبعا لمن كان حاضر في هذا الاجتماع على هذه الطاولة تم التطرق إلى هذه الملفات بدون شك أبرز ما تم التوصل إليه فيما خاص هذه الملفات أي على أولوية البحث ما بين روسيا وروسيا طبعا فخامة الرئيس كان عم يولي موضوع أزمة إعادة النزحين هو إذا بدك هذا المطلب الأساسي كان عنده على رأس جدول المباحثات لأن روسيا تفهم جيدا تعقيدات الوضع اللبناني وتفهم أن هناك تباين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إعادة النزحين هناك في عنا باللبنان رأيين الرأي الأول يتمثل بما يقوله الرئيس الجمهورية ووزير الخارجي ومن معهم في الأحزاب السياسية في لبنان تقول بإعادة النزحين بشكل آمن لأن هناك مساحات جغرافية أصبحت آمنة في سوريا وروسيا ممكن تقوم بدور الضامن لهذه العودة وخصوصا أن وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن في حوالي 414 بلدي وقرية في الجغرافيا السورية لم يمس القتال نهائيا ووضع جيد جدا ممكن أن الناس ترجع عليها بشكل آمن وهناك رغبة لدى الحكومة السورية بتسهيل العودة بدون شك بعض العوائق اللوجستية موجودة كلنا منعرفها الدولة السورية بتعرفها الدولة اللبنانية بتعرفها حتى الروسيا الاتهدية بتعرفها ويتم علاجتها بالطريقة السليمة لأننا لا لدينا أمكانية فرض على سوريا إلا أن نوقف التجنيد الإجباري إلى فترة ووقف هذه القرارات إلى فترة ولكن يطلب المساعدة وروسيا تقوم بهذا الموضوع طيب ما ذكرت وحضرتك وما أعلنت من حول الشخصيات الروسية التي كانت موجودة في الاجتماع لأول مرة أيضا يعني يتم الكشف عن هذا الموضوع كذلك في الإعلام صحيح وما الذي يعنيه باختصار عفوا سنذهب إلى التقرير ما الذي يعنيه ذلك من قبل الجانب الروسي وجود مثل هذه الشخصيات للمباحثات مع رئيس جمهورية لبنان يعنيه الاهتمام الروسي في العلاقة المباشرة مع الجمهورية اللبنانية بالملفات الاقتصادية والسياسية الديبلوماسية وحتى فيما يتعلق بموضوع سوري الموضوع السوري وبالتالي عفوا تأسيس لدور لبناني في مخص هذه الملفات وخصوصا أنه لبنان بلسان وزير الخارجية وموفقة الرئيس الروسي دعية إلى مؤتمر الأستانا الذي يبحث في موضوع سوريا لأن لبنان لما يكون بعيد عن أي محور مباحثات ممكن يكون له انعكاس على وضع المنطقة وحتى لبنان جزء منها أفضل لبنان يكون بصفة مراقب ولبنان دعية إلى هذه الاجتماع بـ 29.30 أبريل سنذهب إلى قراءة حول هذه الزيارة تتحدث صحيفة اللواء اللبنانية في قراءة في زيارة عون وصفت بالتحررية إلى موسكو ولاحقا إلى الصين لغاصب المختار سنناقش بعد هذا الوقت نعم اللواء اللبنانية قراءة في زيارة عون التحررية إلى موسكو ولاحقا إلى الصين غاصب المختار ستبقى زيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى موسكو موضع اهتماما وترقب حتى ظهور نتائجها العملية على المستويات السياسية والاقتصادية تماماً كما هي زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بوبيو إلى بيروت التي كادت أن تخلق توتراً سياسياً لا مبرر له وسؤال المطروح هل كانت زيارة عون لموسكو مجرد زيارة بروتوكولية عادية لدولة كبرى صديقة للبنان أم أنها تستبطن إيجاد حليف دولي كبير للبنان من أجل مواجهة الضغوط وسياسة الأمريكية تجاه لبنان والمنطقة التي تهدد بتوتر كبير نظراً إلى ما يمكن أن يؤديه الروس في تحقيق توازن العلاقات بين لبنان والجبارين الأمريكي والروسي بهذا المعنى تقول مصادر متابعة للزيارة إنها زيارة استراتيجية تحمل ثلاثة أبعاد قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى بحسب الملفات التي ستظهر كيفية مقاربتها قريباً وتباعاً من حيث أولاً تفعيل العلاقات الاقتصادية وتجارية وثانياً معالجة ملف النازحين بعدما أثمرت الاجتماعات توافقاً على تفعيل التنسيق الثلاثي بين لبنان وسوريا وروسيا اتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وثالثاً التصدي السياسي للأحادية الأمريكية التي تخلق توتراً واستفافات في المنطقة لبصلحة إسرائيل على حساب قضايا العرب ومنها قضية لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي ولذلك ترى المصادر أن رئيس عون اختارت عزيزة العلاقة مع روسيا لخلق نوع من التوازن بين الأمريكي والروسي سيد أمل وصفت الزيارة وصفتها صحيفة اللبنانية بالتحرورية كلمة كثيرة كبيرة التحرورية لبنان لم يكن في فترة من الفترات في الزمن الأخير مرتبط بمحور واحد ولكن لأنه كان في أحادي في العمل السياسي الدولي يعني أمريكا كلنا منعرف لما سقط الاتحاد السوفيتي أصبح هناك أحادي على مستوى المسرح الدولي بالعالم ما حدا كان فيه كان في هذا الفراغ في العمل السياسي والاقتصادي ما حدا قدر عباه يمكن التطورات اللي حصلت بالشرق الأوسط والخطأ استراتيجي الكبير لارتكابته الروسية فيما يتعلق بالأحداث بالتدخل للناتو في ليبيا سمح يمكن للدور الروسي أنه يرجع يظهر بشكل كتير فاعل وكتير جيد من خلال سوريا تواجد روسيا في سوريا في المنطقة المحيطة فينا نحن هو مؤشر سياسي أساسي وأنا هون بدي أذكر شيء قاله فخامة رئيس الجمهورية ببداية الأحداث السورية لما مجلس الأمن الدولي انعقد وصوتت روسيا والصين لأول مرة بعد فترة طويلة فيتو تنينياتهم عملوا فيتو يمكن ثلاثة أو ربع مرات فيما يتعلق بالوضع بالأزم السورية فخامة الرئيس بأحد المرات قال سقطت الأحداث السياسية في العالم انتلاقا من هذه اللحظة لأنه أظهر هو كان عنده رأي وكان واضح فيه وكان بعطيه قراءته استراتيجية أوصلت لنا نفس النتيجة لسلنان نحن اليوم يعني انتهاء داعش وأخوات داعش وكل المنظمات الإرهابية البقاء على سوريا الواحدة الموحدة يعني ان شاء الله مكرا هايدي بتبين أكثر لما بينتهي من موضوع السياسي اللي علاقة بالحل النهائي إلى سوريا وهذا مؤشر واضح إلى عودة التوازن الدولي كان بمنطقة شرق الأوسط أو حتى في مناطق أخرى من العالم تشهد توطر بين السياسة الروسية والسياسة الأمريكية طيب دور لبنان في إحداث نوع من التوازن ما بين القطبين الروسي والأمريكي ما هو دور لبنان في ذلك؟ لبنان يلعب دور أساسي جدا في هذا الموضوع ولسبب ليك الساحة اللبنانية هي ساحة مفتوحة إلى الجميع لبنان لا عنده أي أمكانية يكون في محور ضد محور آخر ليه أسباب تتعلق بالتكوين الاجتماعي الموجود فيه والارتباطات السياسية لبعض الأحزاب السياسية اللبنانية بالداخل العربي أو حتى بالخارج لبنان عنده الجرأة في هذه المرحلة بالزيد بوجود شخص اسمه العماد ميشيل عون على رأس السلطة على رأس الدولة أنه ما غير بشيء من توجهاته السياسية التي كانت قبل وصوله إلى سدة الرئاسة واليوم انتلاءا من الموقف الواحد هو الحفاظ على الوحد اللبناني وعلى الوضع اللبناني خارج أي انتماء إلى هذا المحور أو ذاك ولكن البعض يفسر أنه إذا كان هناك نوع من زيارة إلى روسيا وانفتاح إلى روسيا حتى يقدر هو يخلق هذا التوازن الذي يستفيد منه لبنان البعض يعتبره أنه صار في منحة من ضمن هذا المحور بتوجه سياسي ضد المحور الأمريكي وهو أنا برأيي الشخصي هذا الموضوع كثير بعيد عن الحقيقة لأنه ليس بالإمكان تكون أنت بمحور خارج أو ضد أمريكا في لبنان كمان لأسباب متعددة اقتصاديا الارتباط الاقتصادي الارتباط بالمساعدات الموجودة ارتباطنا بالعملة الدولار اللي كلياتنا نحن نعرفها ووجود روسيا أمريكا ودوره القوي حتى بالعالم العربي نحن جزء من هذا العالم ولكن لبنان ينطلق من مصلحته بشوف مصلحته الأنية تكون مع الدورة الروسية الرئيس الجمهورية لن يتوانى أن يقوله صراحة وقاله لما وصلنا على موسكو وصار موضوع الجولان يعني كان قال هذا يوم أسود في تاريخ العالم كيف ممكن رئيس الجمهورية أكبر دوري في العالم اسمه أمريكا يهدي شيء ما بيملكه إلى دولة لا تستحق أن تملك هذا الشيء هي أرض الجولان التي تعتبر أرض سورية محتلة وقرارات أمم المتحدة موجودة وواضحة ونحن كلبنانيين لدينا أراضي محتلة من جزء تلالك فرشوبة بالضبط هذا ما كنا سأسأل عن هل هناك تخوف لبناني وهل ترح هذا التخوف خلال لقاء القمة في موسكو بخصوص أيضا إعلان سيادة إسرائيل على بعض مناطق المحتلة من قبلها تحديدا في مزارع شبعة في لبنان عبدنا لبنان رئيس الجمهورية دائما أصر ويصر في جميع المنتديات أن هذا حق لبناني وهذه أرض لبنانية على إسرائيل أن تنسحب منها المطالبة بالحق هذا منه اعتداء أنا إلي حق بدي يطالب فيه وقاله فخامت الرئيس وأنا برأيي بكل الاجتماع بسير بآخر الاجتماع بتونس كمان نذكر هذا الموضوع نعم طيب سنلأتي على ذكر الجامعة الدول العربية ومقررات جامعة الدول العربية وكلمة أيضا الرئيس عون لكن فيما خص الملفات التي طرحت وذكرناها ملف النازحين كان أول صحيح أول في هذا الموضوع تتحدث صحيفة الأنباء الكويتية عن أن مفاعل هذه الزيارة فيما خص ملف النازحين باتت تتضح خصوصا أنه صدر تعميم عن النزارة الخارجية السورية يقضي بالسماح للنازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم دون اتخاذ إجراءات عقبية بحق المخالفين هل تم ذلك بطلب لبناني؟ هل نستطيع أن نقول بأن ذلك هو مفاعل الزيارة؟ هو ترافق مع الزيارة حتى نكون نحن باضحين هناك تعميمين من الحكومة السورية لأن الحكومة السورية تعرف أن هذه مطالب أساسية ولوجستية للعائدين من لبنان حتى ومن الأردن ومن تركيا يعني الدول الجوار في عندها نازحين ولاجئين بنفس الوقت وروسية عم تحكي معها على سوريا بهذا الخصوص وأنا برأيي الإلزامية أو الفرض على الحكومة السورية هو فرض لا يجوز تترك الحكومة السورية الحرية لألا بكافية اتخاذ القرار وتوقيت اتخاذ هكذا قرارات لكي تسهل العودة من النازحين السوريين إلى أراضيها طيب أيضا فيما خاص موضوع النازحين فيما خاص المبادرة الروسية تحديدا بموضوع النازحين السوريين تفعيل هذه المبادرة ألا يحتاج أيضا إلى دور عربي إقليمي وأيضا دور غربي تحديدا أمريكي بدون شك التفعيل يحتاج إذا كان مرتبطا بإعادة الأمر حتى نكون نحن واضحين لأنه روسيا من تاريخ إصدار أو إعلان المبادرة من حوالي سين وشهرين كانت واضحة جدا أنه إعادة النازحين يجب أن لا ترتبط بالحل النهائي للتسوية السياسية لأنه ممكن أنه تترافق معه أنا عم بتصاوض ونفس الوقت فيني أفسح المجال لإعادة النازحين خصوصا أن التطورات العسكرية التي حصلت بها خلال هذه السنة تحت للجمهورية العربية السورية أنه تحرر مناطق كبيرة من الجغرافيا السورية العالم تقدر تجي ترجع على بلدها الدور العربي حتما يساعد وكيف ممكن أن الدور العربي يساعد لما بصور فيه اجتماعات في أستانا ما المنصات التي هي من المعارضة التي عندها علاقة مباشرة مع مصر أو حتى مع قطر أو حتى مع تركيا أو حتى مع مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عم بتشارك بهذه الاجتماعات هذا يدل على شو أولا اعتراف أنه هناك دولة موجودة أنا أريد أن أتحاور معها ثانيا اعتراف أنه هناك نوع من تطور كثير جديد حصل على صعيد الأرض وهناك تنازلات يجب أن يكون فيها من قبل الجماعات المعارضة التي أخذت صفة القتال البعض يقولون أن هذه الجماعات لا يوجد سلطة على الأرض لأنه كان بعض بينه وبين الأرض ولكن عندها دعم سياسي هذا يؤشر لشو أنه هناك محاولات للتوصل إلى تفاهمات معينة وأنا هون برد زيارة الوزير لفروف التي أنفها لبعض دول الخليج التي هي قطر مملكة العربية السعودية الإمارات والكويت من ضمنها زيارة ديبلوماسية بدون شك ولكن تؤسس إلى ما يمكن حضرتك أني ذكرتها قبل شوي إلى بعض التفاهمات التي قد تساعد بإعادة النازحين بتمويل جزء من هذه الإعادة بطريقة قبل ما يكون هناك قرار عربي شامل وموحد قبل الذهاب إلى فاصل يجب أن توقف عند هذا سيكون لبنان مدخل أو بوابة إلى هذه التفاهمات يعني عبر لبنان أو توطيد العلاقة أو إعادة تفعيل العلاقة مع سوريا ستكون المدخل لإعادة تفعيل العلاقات أو إقامة تفاهمات أنا برأيي طبعا لأنه لبنان كان أول المطالبين بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية وكان لبنان الدولة الوحيدة التي عارضت للتعليق عضوية لبنان في الجامعة العربية عضوية سوريا الأول مرة الدولة الوحيدة التي عارض للبعض أنه في دولة يمكن تمنعت أو تحفزت لكن لبنان عارض بآخر مؤتمر قمة اقتصادية ساري بلبنان كان وزير الخارجية عم بيحضر جزائر هي لتمنى كان عم بيحضر لبنان نوم مثل مذكرة لوزار الخارجية على عودة سوريا إلى الجامعة العربية ولكن لأسباب سياسية محلية وغير محلية تم التغاضي عن هذا الموضوع دورنا نحن أن نعيد جامعة الدول العربية وسوريا إلى بعضهم البعض أساسي أن لبنان يعتبر أن جميع الدول العربية يجب أن تكون متفاهمة مع بعضها خصوصا بأزمة مثل الأزمة السورية وهذا ما طرحه الرئيس عون أيضا خلال القمة العربية نذهب إلى فاصل نعود بعدها إلى متابعة هذا الملف بالتحديد ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم جديد مشاهدين في حوار الساعة نعود ترحيل بضيفنا في الاستوديو السيد أمال أبو زيد أهلا بك سيد أمال مستشار رئيس الجمهورية الشؤون الروسية والنائب السابق سنذهب إلى هذا المقال من صحيفة الجمهورية اللبنانية لعماد مرمال حول أن دمشق قالت هذا رأينا في عون وزيارته الجمهورية اللبنانية دمشق هذا رأينا في عون وزيارته عماد مرمال تبدو العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والقيادة السورية في أفضل حال هذه الأيام مع أن عون لم يزر دمشق بعد على الرغم من مرور سنتين وبضعة أشهر على توليه سدة الرئاسة ويمكن في هذا الإطار التقاط عدد من الإشارات التي تعكس مقداراً عالياً من التناغم السياسي بين الجانبين في مقاربة ملفات تحظى بالاهتمام المشترك ضمن هذا السياق أتى خطاب عون أمام القمة العربية في تونس صريحاً في مضمونه السياسي ومتعاطفاً بوضوح مع سوريا وعلى وقع الأعباء المتزايدة لملف النازحين رجت في الفترة الأخيرة توقعات حول احتمال أن يزور عون أو وزير الخارجية جبران باسيل دمشق قريباً للبحث مع القيادة السورية في وسائل تسريع عودة النازحين بالتنسيق مع الجانب الروسي من دون انتظار الضوء الأخضر من المجتمع الدولي الذي تتهمه بيروت ودمشق بعرقلة العودة عبر ربطها تارة بالحل السياسي وطوراً بضمانات تعجيزية وبينما لا يوجد أي تأكيد من الطرفين المعنيين لاحتمال حصول زيارة رئاسية لدمشق قريباً يشدد مسؤول سوري كبير على أن عون مرحب به في أي وقت والدعوة إليه مفتوحة لافتاً إلى أن عدم مجيئه حتى الآن لا يحمل أي دلالة سلبية ويؤكد المسؤول السوري أن دمشق ليست في وارد أن تحرج أحداً وهي تتفهم الظروفة التي ربما تكون قد دفعت عون إلى عدم زياراتها حتى هذا الوقت ويشير إلى أن هناك انسجاماً سياسياً في الطروحات بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد حيال المسائل الاستراتيجية سواء التقي على المستوى الشخصي أم لا سيد أمال قبل الحديث عن إمكانية زيارة رئيس عون أو وزير خارجيته جبران باسيل إلى سوريا فيما خاص أيضاً ما جاء في هذا المقال حول أن هناك نية لتسريع عودة النازحين بالتنصيق مع الجانب الروسي من دون انتظار الضوء الأخضر من المجتمع الدولي وهذا يتقاطع أيضاً مع حديث أو تسريبات ما بعد الزيارة عن تلميحات روسية رسمية أمام الوفد اللبناني تصب بأن التواصل عالي المستوى مع سوريا يفتح أفقاً جديداً في ملف النازحين حضرتك تحدث أنه لم يتم الحديث عن آليات مع الجانب الروسي في مخص عودة النازحين لم يتم بحث آليات تفصيلية البحث آليات التفصيلية عملياً يقوم بها الوزير المختص لإعادة نازحين الوزير الصارح الغريب ولكن كان هناك نوع من موقف لوزير الخارجية الوزير جبران باسيل تعليقاً على ما قاله المسؤولون الروس أنه نحن لدينا كوزارة خارجية آليات ونوعاً ما من مواقف محددة قادرين أن نطرحها على طاولة البحث لتسريع إجراءات الإعادة النازحيين والتي تصف في مصلحة سوريا ومصلحة لبنان والعودة الآمنة للنازحين السوريين تنطلق من دراسات معمقة قامت بها الدكتورة بطرس من استشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين هي مختصة بهذا الموضوع وهذه مبنية على مواقف أخرى صارت أو شواهد أخرى صارت بمناطق أخرى من العالم نحن سوريا ليست البلد الأول في العالم التي يحصل فيها نزوح أو خروج لأنه كان فيه رواندا بالسابق كان فيه عندك فيتنام بخلال حرب الأمريكية الفيتنامية وغيرها من الدول الأخرى لبنان عنده الأدرة والإمكانية لوضع هذه الأليات موضع التنفيذ والتفاهم عليها مع الجانب الروسي والسوري في حال هناك قرار بأن يكون هناك اجتماعات ثلاثية اجتماعات ثلاثية ما بين الجانب السوري والروسي على أي مستوى واللبناني على أي مستوى لا مش مهم عائية مستوى لا مهم على أي مستوى يسم الحديث بشكل كبير مستوى لكن المهم أنه لبنان يريد إعادة النازحيين نحن ضد الإعادة الطوعية لأسباب معروفة في بعض الدول وجزء كبيرنا مجتمع الدولي يريد أن تكون هناك إعادة طوعية أو يريد أن يبقى النازحيين في لبنان لأسباب سياسية داخلية سورية نحن بغنى عنها نحن لا نريد أن يكون وجودنا في لبنان ضغط على الحكومة السورية فيما يتعلق بإعادة انتخاب رئيس بشار الأسد أو لا هذا موضوع خاص بالسوريين ولكن التنصيق يجب أن يكون هناك تنصيق فعلي اليوم هناك تنصيق من خلال اللواء عباس أبراهين كمدير عام للأن العام وهذا نتيجته كان إعادة حوالي 170 أو 193 ألف نازح ولكن هل هذا بالعدد الكافي؟ كلا ولكن هذا مؤشر إلى أن هناك إمكانية إذا كان هناك تنصيق أفعال وعلى مستوى أفضل أن يتم إعادة النازحين بشكل أبو واتيرة أسرع وأكبر بالعدد طيب الكلام ما ذكرناه منذ قليل حول التلميحات الروسية بأنه بوابة الدخول أو أسرع طريقة لعودة النازحين هو أن يكون هناك لقاءات أو زيارات عالية للمستوى هل تم طرحوا بهذا الشكل على الجانب اللبناني؟ هذا شيء طبيعي أن لبنان إعادة النازحين حتى لو كان هناك ضرورة في التعاطي مباشر مع الحكومة السورية ليس هناك مانع لأنه نحن في هذه المرحلة نقوم بلبنان من جانبه يكون برفع كاهل أو عبء كتير كبير اقتصادي ومالي عنه وإضافة إلى هذا الشيء يعيد إلى سوريا السوريين لأنه إعادة السوريين إلى سوريا يعيد تكبيد المجتمع السوري كان هناك نوع من خطة لتجزئت هذا المجتمع السوري لتجزئت الكيان السوري ككيان بالمطلق نحن قلنا دور بتأكيد وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري بإعادة النازحين إلى سوريا طيب من خلال بوابة إعادة النازحين ذكرت حضرتك أنه ستطرح آليات في اجتماع ثلاثي هل نؤكد أن هذا الاجتماع الثلاثي سيحدث ما بين الجانب السوري والروسي واللبناني أنا أعتقد أنه هناك تم الحديث حتى من يومين بهذا الموضوع بخلال اجتماع النائب وزير الخارجي ميخايل بوكدانوف بفخامة الرئيس بتونس أنه كمان لتطوير هذا الموضوع إلى حد أن يكون هناك اجتماع ثلاثي أنا ألت هذا الشيء قبل شوي على أي مستوى؟ ما عندي علم على مستوى ولكن من حيث المبدأ لبنان لا يعرض هذا الشيء أيضا من بوابة النازحين تتحدث بعض المصادر عن أن هناك حركة سياسية إعلامية بدأت باتجاه دمشق تمهد لزيارة رفعة المستوى وهذا يتلاقى أيضا مع حديث عن إمكانية زيارة رئيس ميشيل عون إلى دمشق قريبا إذا فخامة الرئيس شايف أن هذه الزيارة ضرورية للوضع اللبناني والعلاقات اللبنانية السورية وتؤسس حقيقة لعملية إعادة النازحين بالشكل الكبير أنا أعطي إلى الرئيس الجمهورية بما يقوم به ينطلق من قسم اليمين الذي حلف الأقسم اليمين بتاريخ انتخابه بالحفاظ على الوضع اللبناني والدستور اللبناني هذا شيء أساسي وتوجهاته أساسية لفخامة الرئيس الجمهورية لن يتوانى عن القيام بأي عمل يساعد لبنان إن كان سياسيا أو اقتصاديا حضرتك مستشار رئيس الجمهورية حتى لو في الشأن الروسي وهو يطلق مع الشأن السوري هل سيكون هناك هل هناك نية لدى رئيس الجمهورية بزيارة سوريا وإذا كان ليس لن تكون هذه الزيارة على مستوى رئاسة الجمهورية هناك بعض الحديث أو بعض التسريبات أو التحليلات تقول بأن وزير الخارجية اللبناني قد يزور دمشق ويلتق الوزير أيضا وزير الخارجية السوري لكن يجب تهيئة الظروف للقيام بهذه الزيارة من قبل فخامة الرئيس أو من قبل وزير الخارجية لأنه بجميع الحالات القرار اللبناني المستقل الذي ينطلب منه فخامة الرئيس الجمهورية دون أي اعتبار لأي تدخلات أو لأي أملاءات خارجية كانت أمريكية روسية أو حتى أو غيرها هو يجغهري وأساسي في عمل فخامة الرئيس الجمهورية كرئيس لهذه الجمهورية إذا شافوا إذا رأى أن هذه الزيارة تصب في هذه المصلحة لن يتوانى عن القيام بها ولكن بنفس الوقت يفهم فخامة الرئيس الوضع اللبناني التعقيدات اللبنانية وإلى أي مدى هذه التعقيدات ممكن أنه تأثر على الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني حصلنا عليه والحمد لله يجب تأكيد الاستقرار السياسي هذا الاستقرار كيف يتأمن بعدة مفاعل من ضمن موضوع إعادة النازحين طيب فيما خاص للإستقرار السياسي لأي مدى موضوع النازحين السوريين قد يؤثر والأليات المطروحة واختلاف النظرة إلى هذه الأليات أيضا من أطراف اللبنانيين إلى أي مدى ممكن أن يؤثر على عمل الحكومة وليس فقط يعني هناك بعض يذهب أبعد من عمل الحكومة إلى أحد التأثير على الحكومة ككل لا أعتقد أن هناك تأثير مباشر على عمل الحكومة ككل لأن التحديات موجودة أمام الجميع الجميع يعرف معرفة تامة أن التحديات الاقتصادية والأعباء المالية الموجودة حتى وحتى السياسية هناك نوع من تفاهم واضح جدا بين فخامت رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر وحزب الله والطيار المستقبل ودولة الرئيس سعد الحريري على تفاهمات سياسية تحت صقف وحدة الدول اللبنانية والتعاطي بكل إيجابية مع جميع الملفات الحساسة اليوم نحن نعرف أن هناك وزير لموضوع إعادة للنازحين وافق عليه دولة الرئيس الحريري وهو يعرف سلفا أنه ليس من من الطيارات السياسية المؤيدة لموقف طيار المستقبل في هذا الخصوص ويؤيد العلاقة مباشرة مع سوريا يعني هو يفهم من البداية أن هذا الملف سوف يسير المصار طبيعي على رغم من كل التبايينات التي حاليا موجودة لن يكون هناك أي مجال برأيي أنا الشخصي أن تتعرق الأعمال الحكومية انطلاقا من هذا الموقف لأن الجميع يريد العودة الخلاف على طريقة وأسطوب العودة خلينا نفكر بالموضوع الكبير ونتفق على بعض الأمور الصغيرة حتى إذا تغضينا عن بعض الجزئيات مسيطة أيضا في دلالات هذه الزيارة تم الحديث عن استياء أمريكي من هذه الزيارة هذا الاستياء أيضا حمله معه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومفيو إلى لبنان هل طرحه بشكل مباشر على المسؤولين اللبنانيين؟ حسب معلوماتي لم يطرح بشكل مباشر على المسؤولين اللبنانيين ولكن شيء طبيعي أن يكون هناك انزعاج أمريكي من أي محاولة لبنانية لتقريب وجهات النظر والتماهي مع الموقف الروسي أن أمريكا تعتبر أن هناك نوع من صراع أو نزاع على الدور الأساسي الأولي في منطقة الشرق الأوسط وللمصادفة اليوم أنه نحن قادرين نقول بشكل واضح جدا أنه الأمريكي يقول عن نفسه أنه هو المفاوض النزيه يعني في الأزمة الأساسية في القضية الفلسطينية ولكن نشوف نحن عمليا أنه يوم مرة يوم أنه هذا المفاوض النزيه أنه عم بيخسر الدور طبعه المفترض أن نقوم فيه لصالح مين؟ لصالح دولة إسماء روسية اللي عندها إمكانية كانت عم بتقاتل بسوريا المنظمات الإرهابية وبتعرفين دعمها من أي جهات دولية حتى وعم بتفاوض مع هذه الجهات الدولية وعند علاءات ديبلاماسية واقتصادية انتقل هذا الدور من مكان إلى مكان بقبول معظم الأطراف طيب ما بعد الزيارة هل هناك إشارات يعني تلقفها اللبناني على مستوى اللبناني أمريكية حول هذه الزيارة؟ طبيعي لأنه لك الموقف فخامة رئيس الجمهورية أثناء زيارة الوزير بومبيو موقف وزير الخارجية ورئيس المجلس كانوا واضحين جدا بموقفهم السياسي الكبير فيما يتعلق بالعدم التدخل فيما يتعلق موقفهم من المؤاومة موقفهم من موضوع العقبات على حزب الله موضوع الصراع مع إسرائيل ترسيم الحدود هذه الصورة حتى بعطيه دولة الرئيس الحريري كان موقفه واضع جدا قرأت أنا بفترة أن حزب الله كان عنده نوع من تفاهم كثير كبير ليس تفاهم ارتياح لمواقف السياسيين اللبنانيين المسؤولين بهذا الخصوص هذا رد إيجابي ويعطي انتباعي لأي مدى الاستقرار السياسي والتفاهمات لبنانية بعدها موجودة ستدل موجودة بقوة حول مشاركة لبنان وكلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون في قمة جامعة الدول العربية في تونس تتحدث صحيفة الأخبار اللبنانية عن أن القمة في وادن عفوان ولبنان في وادن لنأولى نصيف نتابع الأخبار اللبنانية عون في تونس القمة في وادن ولبنان في وادن نقول ناصيف في أبرز ما تناوله البيان الختامي للقمة العربية تأكيد التمسك بشرعية الدولية وقراراتها والاحتكام إليها لحل نزاعات الإقليمية في سوريا واليمن ولبنان وليبيا والقضية الفلسطينية والموقف الأمريكي من القدس ثم من الجولان وصولا إلى التمسك بالمبادرة العربية للسلام بيد أن كلمة لبنان طرحت أكثر من علامة استفهام عن جدوى التسليم بالشرعية الدولية والدور المنوطبها عندما تطرق رئيس الجمهورية إلى ضرب المواثيق الدولية والحقوق وإلى طعن شرعية دولية التي ترعى الحدود بين الدول التي اعترفت بها الأمم المتحدة وتساءل عن مصير المبادرة العربية للسلام بعد إعلاني القدس والجولان وضيع الأرض قارب أيضا المسألة السورية على نحو مغاير للقادة العرب الذين قصروا كلامهم كما البيان الختامي تأكيدا إضافيا على تحقيق الانتقال السياسي للحرب السورية وفق مسار جينيف والقرارات الدولية التي يرعاها أخذينا في الحسبان أن مسارا كهذا قد لا يلحظ مكانا لرئيس بشار الأسد على رأس نظامه إلا أن رئيس اللبناني ذهب بعيدا في موقفه ما خلى نظيره التونسي كان الوحيد الذي طالب بعودة سوريا والمقصود نظامها الحالي إلى مقعدها في الجامعة العربية متحدثا عن عودة الاستقرار والأمن إلى أراضيها في إشارة واضحة منه إلى ثبات نظامها واستمراره أسهب في الكلام عن تدعيات النزوح السوري على لبنان وعن أعبائه مخاطبا بها جوتيرش وموغريني بإيراده فحوى تناقض موقفي لبنان والمجتمع الدولي من معالجة هذه الأزمة ما بدى أن رئيس اللبناني عني به ليس البيان المستعار أو المستوحى أو المستنسخ بل ما أراد إصاله هو إلى شركائه في القمة في كلمة الرئيس سعون أمام جامعة الدول العربية قال كيف سنواجه الاعتداءات على حقوقنا هل بحدود مغلقة بين دولنا أم بمقاعد لا تزال شاغرة بيننا وهل تريدون لسوريا أن تعود إلى مكانها الطبيعي بيننا وإلى الحضن العربي وهل يسعى المجتمع الدولي إلى جعل النازحين رهائن لاستخدامهم أداة ضغط على سوريا ولبنان من أجل فرض حلول الربط موضوع النازحين بإعادة سوريا إعادة العلاقات مع سوريا وأيضا إلى إعادة سوريا لمقاضيها في جامعة الدول العربية هل يسعى لبنان من خلال ذلك في اتصالات ربما تجرى وعلى أي مستوى هل من مبادرة سيقدمها ويترحها لبنان على مستوى إعادة سوريا لجامعة الدول العربية طبعا لبنان قلت أنا قبل شوية لبنان سعى ويسعى لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية كيف وعبر أي آليات باتصالات مباشرة مع وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية لبنان كان واضح بهذا الموضوع حتى في الاجتماعات اللي بيقوم فيها مع بعض نزراء الأوروبيين ويحكي بهذا الموضوع حتى في الاتحاد الأوروبي لأنه شيء طبيعي أن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية كان من غير الطبيعي من غير الجائز تعليق هذه العضوية بالمطلع خصوصا أنه هذا يتنافر مع ميثاق لجامعة الدول العربية الاتفاق بيكون بالإجماع كيف يمكن واحد يعلق عضوية في عندك بلد معارض وبلد متحفز بالأساس هذا شيء ارتكب يجب العودة عن هذا الخطأ هذا الرأم واحد لأنه سوريا دولة أساسية ومحورية في العالم العربي وما جرى ويجري في سوريا يؤثر سلبا أو إجابا على جميع المنظومة العربية شأنها أم أباين دورة أساسية جدا فيما يتعلق فينا نحن لبنانيا لبنان يسعى ويقوم بكل جهد حتى في الاجتماع مع الرئيس الأوسي كان لبنان طلب بإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وزيارة الوزير لفروف إلى بعض الدول العربية جزء منها كان هذا الحديث أنه موضوع سوريا يجب أن يصبح موضوع أساسي جاد يتعود إلى جامعة الدول العربية وتقوم بدورة أساسية فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل وفي جميع التسويات السياسية النهائية عندك صفقة القرن نحن ننسها لي فيها عليها موضوع تاني موضوع الجلان وإعادة النازحين كمان تصب الموافقة على عودة سوريا وإعادة النازحين إثنانتهم مطلبين أساسيين يقوم بهم لبنان وطلبهم لبنان وسوف يبقى يطلبهم لبنان ويسعى إليهما بأي وسيلة أوتي بها ديبلوماسي سياسي حتى بالاتصالات المباشرة أنه فيه أمور بتصير خارج الأبواب يعني داخل الأبواب المغلقة لأنه أمور يمكن لبعض البعض الدول في عندها محازير أن تفوت بتفاصيل مثل هاي نعم طيب الموقف العربي يعني الجواب الذي سمعه لفروف حيال هذا الموضوع أيضا ما هي المعويقات التي تقف أمام عودة سوريا فعليا إلى جامعة الدول العربية وإعادة تفحيل العلاقات العربية السورية يعني في منظور رئيس جمهورية اللبنانية أنا برأيي الموضوع هو بالشكل التالي في صعوبة كان بمكان أنه المحور اللي كان ضد سوريا ضد النظام بسوريا كما يقال اللي يعني ساعد المجموعات المعارضة أنه تحمل السلاح ضد النظام بسوريا يعني بدءا من الدول الغربية بنهاية انتهي بآخر مواطن سوريا اللي كان حامل السلاح سبونسرز يعني حتى يرجع يغيروا رأيهم بشكل أو بآخر عم تاخد أمور بعض الوقت لأنه فيما البحث عم بيصير شو دور هذه الدول في عملية السلام وعملية إعادة الأعمار في سوريا المتعارف عليه في كل أنحاء العالم أنه عندما يكون هناك أزمة إنسانية وضمار مثل ما صار في سوريا المجتمع الدولي يقوم بإعادة الأعمار ومين يقوم بإعادة الأعمار مباشرة كمان الدول التي شاركت ومولت هذه الحرب روحي على كل التاريخ بفياتنام مين اللي كمان ساعدوا أنه إعادة الأعمار أمريكا كانت هي رأس الحرب في الإطالة على فياتنام ساندت أنه كمان اليوم بليبيا بس انتهي الحال حتى صار بتأمور الشرقية لكي تأمور هذه الجزيرة الصغيرة برواندا بمناطق أخرى من العالم المجتمع العربي الدول العربية التي ساهمت مباشرة يجب عليها أن تقتنع أن العودة إلى سوريا يكون بشيئين إعادة سوريا للمجتمع العربي إعادة النسحين ويكون لها دور فيما يتعلق اقتصاديا واجتماعيا والسيزيزيا ودبلوماسيا في مرحلة ما بعد تحقيق العملية السلام النهائي في سوريا طيب سيد أمل ميه عن الحديث يطول معك لكن سؤال أخير لو سمحت في عدة ملفات طرحناها اليوم من زيارة روسيا إلى الموضوع السوري فتح العلاقات إعادة النازحين ما إلى ذلك كل ذلك كيف ينعكس على الداخل اللبناني مجمل هذه الملفات خصوصا أن لدى كل أطراف اللبنانية مقاربات مختلفة لكل هذه الملفات وأيضا من لف الاقتصاد وموضوع المئة في المئة على رغم وجود هذه المقاربات المختلفة مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية بنهاية الأمر تبحث المواضيع في مجلس الوزراء هناك من يعارض بدون شك لأسباب ممكن تكون جوهرية برأيه أو أساسية وهناك من من يريد أن يمشي بهذا الملف إلى خواتيم السعيد من ضمن حتى الاتصال بالدولة السورية لتنسيق العمل لإعادة النازحين صحيح يجب أن يكون هناك نوعا ما من تسويات محددة أو التقاء في منتصف منتصف الطريق وأنا برأي مجلس الوزراء في عنده هذه الإمكانية الذي حصل في سوريا مؤخرا على الأرض الواقع العسكري يؤسس لنظرة جديدة في التعاطي مع سوريا بدءا أمريكا تتعاطى مع سوريا بطريقة مختلفة أمريكا بدأت تنسحب من سوريا موضوع الأكراد وشرق الفرات حتى التسويات السياسية تصل لسوريا ضمن أصول ولكن أصول غير منظورة تسويات المفاوضات عم تمشي لبنان سوف يتأثر بهذه التفاوضات لما راحت الإمارات فتحت سفرتها بسوريا شو كان الحديث في لبنان من مدل يجي بكرة أو بعض بكرة بالفعل في تأخير صحيح ولكن الآتي قريب الآتي قريب وزيارة الرئيس عون إلى دمشق متى ستكون هذه قررة فخامة الرئيس حسب المعطيات في المدى المنظور يعني نحن نتحدث عن فترة شهر شهرين لا أستطيع القال أنه في المدى المنظور ولكن الرئيس ينطلق يعني ما هو المدى الغير منظور برأيك لكن التطورات السياسية المتلاحة التي تحدث ممكن تسرع الخطوات ولكن هذا في حال الرئيس يريد أن يقوم بهذه الزيارة يعلن عنها بشكل رسمي ويؤسس لهذه الزيارة بتفاهمات داخلية تساعد فخامة الرئيس في زيارة وإذا تمت بهذا القرير لكن هناك نية إذا كانت زيارة تساعد لبنان حتما الرئيس يكون فيها ما عنده مشكلة تساعد لبنان هذه الزيارة أنا برأيي الشخصي كان كمواطن وكمستشار من الرئيس أنا هلأ أقول كمواطن لبناني بهذا الموضوع لأنه الرئيس الجمهورية هو الذي يقرر فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتشاور مع المسؤولين السياسيين أنه ما ممكن يعمل شيء لحاله من عنده شؤون الروسية سيد أمال أبو زايد شكرا لك لحضورك معنا في السيديو المادي شكرا لكم مشاهدة دينا على حسن المتابعة نلقاكم غدا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة